بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الرابع ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمرين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم إذن أحبايا الطلاب والطالبات سوف نقوم بمراجعة الرقم 12 إذن هيا نقوم بمراجعة الرقم 12 أولا نميز شكل العدد أو الرقم 12 ثانيا نشير إلى الرقم 12 ثالثا نقوم بكتابة الرقم 12 رابعا تلوين العدد 12 أحبايا الطلاب والطالبات هيا نقوم بترديد هذه الأرقام لدينا هنا الرقم واحد أثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر إذن هيا نقوم يا أحباي الطلاب والطالبات بكتابة هذه الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة الرقم 12 بتتبع النقاط التالية إذن هيا نقوم بكتابة الرقم 12 بتتبع النقاط التالية أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا يا أحباي الطلاب والطالبات سوف نقوم بتلوين الرقم 12 هيا نقوم بتلوين الرقم 12 هيا نمسك القلم المسكة الصحيحة ثم نقوم بتلوين الرقم 12 إذن ها هو الرقم 12 سوف نقوم بتلوين هذا الرقم 12 12 إذن ها هو الرقم 12 أحباي الطلاب والطالبات لدينا هذه الساعة إذن هذه الساعة تتكون من 12 رقم دعونا نشاهد هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر إذن هذه الساعة تتكون من 12 رقم أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا في الساعة الأخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر إذن لدينا هذه الساعة إثنى عشر خانة إذن في هذه الساعة تتكون من 12 رقم أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا سوف نقوم بتمثيل العدد بالأشكال إذن هنا سوف نقوم بتمثيل العدد بالأشكال هيا نشاهد يا أحباي الطلاب والطالبات في هذه الأشكال إذن لدينا هنا عشرة إحدى عشر إثنى عشر إذن لدينا هذا العمود يمثل الرقم عشرة إذن عشرة إحدى عشر إثنى عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا في هذه الأشكال إذن هذه الأشكال تمثل الرقم إثنى عشر إذن أحباي الطلاب والطالبات كم المبلغ بالخزانة إذن لدينا هذه الفئات النقدية أو العملات النقدية في هذه الخزانة إذن كم عدد هذه العملات الموجودة في هذه الخزانة هيا نقوم بعد هذه النقد لدينا هنا ريال واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر إذن عدد هذه النقود يا أحباي الطلاب والطالبات إثنى عشر إثنى عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا ساعد علي باستخراج العدد إثنى عشر إذن سوف نقوم بمساعدة علي هنا باستخراج العدد إثنى عشر أحسنتم ها هو العدد إثنى عشر إثنى عشر إثنى عشر إثنى عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا في النشاط الأول صل بين العدد إثنى عشر بمدلوله إذن هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة مئة وأربعة هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة مئة وأربعة في النشاط الأول صل بين العدد إثنى عشر بمدلوله لدينا هنا الساعة إثنى عشر إذن هنا الساعة إثنى عشر أين هي الساعة المناسبة؟ أين هي الساعة المناسبة للعدد إثنى عشر إذن أحباي الطلاب والطالبات أين هي الساعة التي تشير إلى الرقم إثنى عشر أو الساعة إثنى عشر إذن ها هي عقارب الساعة تشير إلى العدد أو الرقم إثنى عشر إذن أحباي الطلاب والطالبات ها هي الساعة المناسبة وهنا في النشاط الثاني أرسم خطا أسفل العدد إثنى عشر أحباي الطلاب والطالبات في هذا النشاط الثاني سوف نقوم برسم خط أسفل العدد إثنى عشر إذن هيا نقوم بحل هذا التمرين إثنى عشر إثنى عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا في النشاط الثالث عد البقرات ثم أرسم دائرة حول العدد المناسب أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من الأبقار سوف نقوم بعد هذه البقرات هيا نقوم بعد هذه البقرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر إذن مجموع هذه البقرات إثنى عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا في النشاط الرابع لون الإجابة لون الإجابة التي تدل على عدد المساجد إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا هذه المساجد سوف نقوم بعد هذه المساجد إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر إذن ها هو العدد إثنى عشر إذن مجموع هذه المساجد إثنى عشر مسجدا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر جيدًا جيدًا